متنفس جديد يفتح أبوابه في وجه ساكنة وزوار مدينة الدار البيضاء بقلب القطب الحضري أنفاء بعد حوالي أربعة أعوام من الأشغال افتتح الشطر الأول من المنتزة ليضخ نفسا جديدا بحاضرة العاصمة الاقتصادية ويمنح للساكنة البيضاوية فرصة للتخفيف من الضغوطات اليومية والاستمتاع بالمساحات الخضراء كنا محتاجين بزاف سيختلف في هذه المنطقة العريف من ديناح والحساني والفاك كنا محتاجين لهذا حاجة جيدة بالنسبة للدار البيضاء على خصوص المنطقة لأن المنطقة هنا تكون المركز المالي للدار البيضاء فهذه البداية إن شاء الله نتمنى تكون عمومية بالنسبة للمدينة كلها الشطر الأول من منتزه أنفا يمتد على مساحة 18 هكتار ويتوفر على تجهيزات ومرافق للترفيه وفضاءات خضراء وفضاءات مخصصة للرياضة كما تم تزويد المنتزة بكاميرات المراقبة بهدف ضمان الأمن للزوار أحد ما كانش كيرقافيني خرجوا ليدات ما كانش كيرقافيني يتنفشوا يا ودكشي هنا تباك الله زماني في المستوى احنا فرحانين باتشي بزيف أجدتشيت ملاك رمار دالي أجدت لب في بارك ملاك بسيكلات إضافة إلى طابعه الإيكولوجي يتميز المنتزه بمعدات تواكب التطور التكنولوجي حيث يتوفر على شاشة تفاعلية لإدفاء طابع خاص على كيفية استقبال الزوار وإعطاء إشارات للتوجيه فضلا عن أجهزة لشحن الهواتف الذكية مزودة بالطاقة الشمسية في وقت تعاني فيه ساكنة مدينة الدار البيضاء من نقص حاد في المساحة الخضراء يأتي هذا المتنفس كبصيس أمل يزرع روحا جديدة في المجال الأخضر بالعاصمة لتتنفس منه رئة هذه المدينة الإسمنتية إيمان موجيب ميديان تيفي الدار البيضاء